اهلا وسهلا بكم اصدقاء ومتابعي قناة المجتمع الكنسي تفاصيل اللحظات الاخيرة للراهب اشعياء المقاري سابقا اعلن القص داود جيرجيس اللي كان حاضر في اخر لحظة من لحظات حياة الراهب اشعياء المقاري انه كان قوي وكان بيرنم لحن اسكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وكانت اخر كلمة نطق بيها قبل لحظة الوفاء مباشرة هي كلمة ملكوتك وقد اعلن الاستاذ اهاب صدرة محامي واقل سعد طاودرس الراهب اشعياء المقاري سابقا انه تم استخراج كافة التصريح اللازمة لتسليم جثمان واقل سعد لأسرته والصلاة عليه ودفنه في مقابر العائلة ويذكر ان واقل سعد من موليد مركز ابو تيج محافظة اسيود وكان ترتيبه التالت بين اربع اخوة احدهم طبيب واخر سلك طريق الرهبانة زي شقيقه الاصغر والاخير يعمل خياط في محل بيمتلكه بجوار منزل الاسرة في شارع النصارى بابو تيج نطلب نياحا لروح الراهب اشعياء المقاري سابقا في فردوس النعيم في الموضع اللي هرب منه الحزن والكيابة والتناهد في نور القديسين وان يعطي الله عزاء لجميع افراد اسرته ولجميع اقاربه ولجميع محبيه اخيرا في انتظار دعمكم للقناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل الفيديوهات الجديدة للقناة اشتركوا في القناة